استعدادات وتشديدات أمنية في مدينة سيئون مع قرب عقاد جلسة البرلمان المتعثر منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة ترقب في ظل محاولات لتفجير الوضع هناك وعرقلة عقاد الجلسة طائرتان مسيارتان دمرت هما منظومة الباتريوت والدفاعات الأرضية في سماء المدينة خلال ساعات في خطوة عكست مدى المخاوف من إحياء السلطة التشريعية من المتضرر إذن من عرقلة عقاد البرلمان؟ ولماذا كل هذه المخاوف من إعادة استئناف جلساته؟ التحديات الأمنية السياسية كانت أول تهديد يصطدم باستضافة سيئون لجلسات البرلمان من الطائرات المسيرة إلى تهديدات هاني بن بوريك نائب رئيس المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا مجامع تنظيم القاعدة الإرهابي المتواجدة في الأودية والصحاري القريبة والتي أرهقت وادي حضر موت واستنزفت أرواح أبنائه هي الأخرى متضررة من أي حضور وتثبيت لأجهزة الدولة الشرعية في الوادي وبالرغم من نفي المتحدث باسم قوات ميليشيا الحوثي إسقاط أي طائرة مسيرة في حضر موت لأن محافظ حضر موت فرج البحسني أكد أن الطائرات تابعة للحوثيين مشيرا إلى أن خبراء عسكريين تمكنوا من تحديد مصدر إطلاقها وتصنيعها فكيف نجح الحوثيون في إطلاق طائراتهم المسيرة رغم بعد مناطق سيطرتهم اختراق تقني أم سياسي بزرع جيوب لهم في المدينة الآمنة البعيدة عنهم ناطق الحكومة الشرعية راجح بادي أكد أن الأمن مستتب في سيئون والترتيبات جارية وأن حوادث الطائرات المسيرة التي تم إسقاطها لن تؤثر على التجهيزات ووصول قيادات الدولة وهي محاولة بائسة لمنع نعقاد جلسة البرلمان سيناريوهات واحتمالات متعددة حول من يقف خلف إطلاق الطائرات المسيرة والمستفيد من منع اجتماع البرلمان وإحياء شرعيته التي ستقطع الطريقة على المشاريع التي تتشكل في الشمال والجنوب الساعات القادمة كفيلة بمعرفة مصير مساعي إحياء السلطة التشرعية فهل تنجح الشرعية في ذلك؟ أم يجهض الحلم لصالح الكيانات والشرعيات الموازية التي تشكلت خارج إطار الشرعية